لا تدخر الأحزاب والقوى المشاركة في العملية السياسية جهداً في استعراض ما لديها من أساليب للترويج لنفسها لعلها تستميل الشارع العراقية وتوقعه في مصيدة الانتخابات التي تتصارع للفوز فيها تسجيل فيديوي جديد أظهر مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مرشحي تياره وجبة غداء بسيطة في محاولة لتصدير صورة عن ورع وزهد لا يظهر إلا أمام الكاميرات ويزداد في مواسم الانتخابات متناسين أن الشعب يعرف حجم الأرصدة ومقدار ما استحوذوا عليه من ثروات العراق ولعل وجبة الغداء التي جمعت الصدر بمرشحيه في القاعة المخصصة لذقاءاته بالحنانة تحمل رسالة إلى الكتل الأخرى بأن الصدريين سيستخدمون كل الوسائد المتاحة للحصول على منصب رئاسة الوزراء وهذا ما ظهر جلياً في البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه المتحدث باسم الكتلة الصدرية حسن العذاري والذي قال فيه إن الحكومة الصدرية ستعمل على حصر السلاح وتكافح الجريمة المنظمة والفساد خلال ستة أشهر من عمرها كما ستعمل على بناء مدارس ومستشفيات ومحدات سكنية خلال السنة الأولى من عمر الحكومة على حد قوله تصريحات شبعة منها العراقيون حتى ملوا طوال السنوات الماضية لكنها تكشف حجم الزيف والخداع الذي يحمله شركاء العملية السياسية الذين ما فتئوا يصدرون الوعود التي تذهب أدراج الرياح فإذا كان الصدريون أو غيرهم صادقين في وعودهم فأين إنجازاتهم طوال الثمانية عشر عاما وهم ركن أساسي في العملية السياسية ويملكون من الوزارات والمناصب ما لا حصر له لم يخرجوا منها سوى بملفات فساد كبيرة وفشل يشهد به شركاؤهم قبل خصومهم وتؤكد صحيفة الفاينينشال تايمز أن الجميع مقتنعون بأن الصدر لن يفوز بالانتخابات بسبب سلوكه المتذبذب وبلطجة مؤيديه وهو وصف ينطبق على باقي قوى العملية السياسية التي لن يجمل كل عطاري الدنيا ما تحمله من فساد